بلا رسم الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات مايش قاعدة تسمن في النفايات قاعدة تأخوا في النفايات بمشاكلها البيولوجية وتحط فيها في التراب وبالتالي سمى مخاطر وغضوة ممكن في تونس بتصير انفجارات في أحياء شعبية ولا في مماتق معينة وينسمى البربيشة على خاطر سمى غازات تتكون ولا هذي جيبتي نرجع إلى تليم وكلمة رئيس الجمهورية في لقاؤه برئيس الحكومة ووزير الداخلية خلنا نسمع رئيس الجمهورية كيف يحديثوا على ملف البيئة هذية شنية التوضيحات اللي يعطاها شنو قال على هذا الملف وشنو اللي ربطوا ببعض الأحداث الأخرى اللي صارت أمس في تونس نسمع رئيس الجمهوري نهارج مسألتي رفع الفضلات بمدينة سفاقس فيه جانب موضوعي ولكن تراكمت الأسباب لسنوات طويلة وأدت إلى هذا الوضع البيئي الذي يعرفه الجميع ولكن أيضا حتى يعلم التونسيون والتونسيات أن هذا الأمر فيه جانب مصطنع لفظهم التاريخ يبحثونه عن القمانة والمزابل لأنهم في نهاية المطاف في مزبلة التاريخ وثم ليعلم الجميع عن السلطة المحلية والتدبير الحر في إطار دولة موحدة اسمها الدولة التونسية ونظامها الجمهورية التونسية ولا يعتقد الكثيرون كما فعلوا في السابق أن تونس صارت مقاطعة يحكمها كل واحد كما يريد وكما يشاء استمعت هذا الصباح إلى منع اجتماعا معتنون ضد الانقلاب أولا ليس بالانقلاب ولم أمنع أحدا من الاجتماع والفصلان أو البابان الأول والثاني من الدستور لم يقع تعليقهما وكان من المفترض أن نجد الحلول وأن نبحث عن الحلول التي ينادي بها الشعب التونسي لا أن تترك مدينة سفاقس كاملة في هذا الوضع البيئي هي مدينة منكوبة من الناحية البيئية منذ الصراعات التي وجدت فيها واليوم هناك أيضا من يعد العدة إلى أن لا ترفع القمامة في مدينة تونس منذ قليل قالوا منعت الاجتماع لم أنتبه إليه لا الاجتماع ولا الحاضرين فيه إلا منذ قليل كيف منعته ولماذا أمنعه وأي وزن لهم في المجتمع حتى أمنعهم هذا يكلم رئيس الجمهورية حكي على الوضع في سفاقس يقول الوضع في سفاقس هو نتيجة تراكمات منذ مدة سياسات متبعة خلت سفاقس اليوم مدينة منكوبة كيف زدت تحدث عن مخططات وربما أحديث على أنه ثم أطراف اليوم تعد العدة لتراكم الفضلات في مدينة تونس شكون يقصد سوفيان كلام هكاكة فقط وإلا هو ثم عنده ملفات وناس متورطين اليوم لأنه إلى حد أحنا إلى ساعة مفهمناش إلى حد الساعة شكون المسؤول الرسمي حول الملف اللي صاير ولا الوضعية متاع سفاقس البرح مثلا نيابة العمومية في سفاقس نطق رسمي باسم حاكم السفاقس يسويقس يقول تحنا بحث ضد مجهول ما زال ما يعرفوش حتى شكون الطرف وإلا الأشخاص وإلا المؤسسة اللي متورطة اليوم في الوضع اللي وصلته سفاقس شوف المسألة طوى يجب ما نفهمه كلام العيز جمهورية سعى في عديد المسائل ومنها يرد على جماعة هاي هتوا نيخذه هم حكامش نيخذه حكاية سفاقس العيز جمهورية قضية سفاقس طلحت طوى شهر قدامه ورئيسة الحكومة ما لتسلمت لأمور ثم قضية سفاقس هذه أول منطقة اقتصادية في البلاد أكثر الناس تساهم باشتعة الضراء وكذلك الأداء على القيمة المضافة مركز أشعاع تاريخي وقطب اقتصادي واجتماعي كابير جدا مليون ساكن على الأقل مليون وثلاثمائة ألف ساكن يوميا يدخلوا لها سفاقس مئتين وثلاثمائة ألف خطع نظرة تابعة عاكلم حكومة حسينيين حسينين ونقلوا شوف بله النوافع له التواء شادد الضمان في يدك تحمل مصورياتك ماك فرعت واخذيت الشربات وسماوك وزيلت باعة وسماك وزيل داخلية حطوا دوسي قدامك المشكلة وانه احنا في تونس حتى الاجاب هم قيس سعيد مشكلتهم وانهم همشي سياسيين هم ناس ايداليين وعرفنا هذا معي شامل ما الشيشي يعني حط دوسي ويخليه ويمشي كما شوفنا يعملوا في البسين ويعملوا في الصناع ناشكالية وانه التحليل سياسي بش نرجع بش نرجع البوب جيست اه وقع صغير مع البوب ونرجع تابعونا وتابعوا اخبارنا على الكونت اوفيسيال استغرام ولا عشين يوتيوب راديو ميد راديو ميد راديو ميد الورج اللي تزهيك اليوم رابحين وغدوة رابحين مع أورانج رابحين ديما اتخل على الابيكاسون ماي أورانج ويجيوب على الكويس شاومي واربح مكلمات بونسات وكيف تجيوب على التتسؤالات بصحيح تتخل في القرآن وتربح دي سمارتفون رزمي ديس دي مونتر كونكتين دي زر بود دي زنسات بلوتود وبرشة كدويت تشاومي أخرين معاك في اللي تحبه أورانج محر بكم من الجديد فاضح سفيان هذه المشكلة هي مشكلة رد فعل في حالة أزمة من بادو كومينيكاسون ديكليز ماشي حكيو على التتسان نحكيو على ردة الفعل اليوم الحكومة هذي على ما يبدو هناك وزراء مصابين بالبهتة والبهتة هي الدهشة وليش التدهشة الفلسفية اللي يحكيو عليها الفلسفة سلاسي دي راسيون ثمانياش كيتشلوا بشكلة بالوقت الغياجي وثمانياش يقعد دهش بهن وهذي الأول الغيسة قطرة ومهوش غيث هذا في نوفمبر ملايبش يعمل من هنا الفيفلي على خاطر التوى السيكي اللي متعتارك ومات متعتار المشاكل للشماعية والاقتصادية بغيره بش يبدأ يكبر ومشكلة كما هذه إذا كم نجمتش يتأخذ فيها حلول في الوقت المناسب معناها مكش بش تأخذ حلول في مشاكل أخرى والمسألة قادة تختمر في عديد المدن الأخرى تخلطت فيها المسؤولية السياسية يخي أنت وزير البيئة عندك الحق تحل مجالس بلدية إذا كمش تحب لها مسؤوليات حل حل المجلس بلدي أنت تنتي أنت زمت برلمان كامل بش تحيل في مجلس بلدية اليوم مجالس بلدية يستيق دون ليبات ويتعاركوا في الفيسبوك وجماعة في أسفاقس يتعاركوا مع جماعة في عقالب والعكس بالعكس في عديد المناطق اليوم رئيسة الحكومة ورئيسة جمهورية باعتبار ويترأس مجلس الوزراء ووزير البيئة ووزير الداخلية وكلهم يخي تنجم تخوا إجراءات كنت تنجم قبل قتلك كل يوم على 640 تورناتا قاعدة تتلم اليوم عملنا لحساب البلح حلقينها 28,000 تورناتا تلمهم في 40 يوم زيادة من 640 متع البلح يعني أسفاقس يمشي روز الصور حتى الصور اللي عدتها رئيسة الجمهورية قدام الرئيس البلح حتى شي شوفوا تصور في الفيسبوك وين الزبرة في كل بلاسة الناس حطين الزبابل عايشين في الزبابل في الجنان أمتاحها اليوم تمام احتقال لأهلي سفيقش على هذا المستوى وسمى كذلك غياب والتحلل للدولة التونسية هذه الحكومة متعنج لابد يجب تفهم لك بش تواجهها مشاكل ولو بش تلقى نقل وليس الجمهورية يجب يفهد لو أنت عندك الكابيتال سمباتي الله يبالك والناس ماشا معك في إجراءات تتخذتها أغرب الناس ماشا معك والشعبية تكترع أوكي لكن كما تحملش مسؤوليتك ستتأكل تلك الشعبية تشبهد على منوئين وناس مزمن تاريخ حكايا يا إذيك هذه هي صلاح سياسي بشي قديمة حتى في أفضل أحوال بشي يبقى لكن الإشكالية الكبرى هي تقاعث الدولة في التعامل مع هذوما وكذلك منظومة ترفع النفايات في تونس كيف كيف وكذلك سمعت مسؤولة لكن هذه القد مش نشليو مكينة تعمل لنا التثمين في سفاقس المكينة يلزمها بلدو في لقض 17 معناها يلزمنا بعض غدوة نقولوا كانت هنا مدينة أسمى سفاقس بش نجمو نحكي وعلم أنه رئيس لمحالها لكن سفاقس وقبس موليس فيهم الهيب البيئي طبعا من امتداد عشرات السنين اليوم بدنا نسمعه في لغمة جديدة آه وزير الداخلية ساحلي كان جاهزة بالساعد في الساحل يعني من هكي ولا لي في حين أنه العركز دي جاء في أجهزة الدولة في بعضها في سفاقس يعني مسألة قادة تهرب وتخوا أبعاد أخرى ويبين لك كيف يشربل على رقبها لأنه اليوم سمى فشل لكافة المنظومة وقضية السفاقس حتى منذ شهر أحكيناها أحنا والسيد العلم الكل توأكثر من شهر اليوم سمى 43 واليوم والمسألة مطروحة أنا ذكر من هارف ثاني والثالث تم تنبيه لهذه المسألة وقالوا صبع مخاطر كبرى لكن على ما يبدو النسكل متملح واجب التدخل فوليا استعمال الجيش أن استلدم الأمر بشير قو مصبيت حتى وقتية الآن ورفع اللي موجود في المدينة خاطر تتعطى أو بيئة وكما قلت أنت توا فتحين بحث ضد مجهون شو ما نهي ضد مجهون هم عندهم مطايات افتح بحث مثال ضد وكالة النفايات افتح بحث ضد رؤسال بلديات افتح بحث ضد الوالي باش تفسر وانا الشيخ ما عندهاش والي توا توا الشيخ العيش مولايز وانا يسترمن فيها والي مش معقول تقعد مدينة كما هكا في الشهر الثالث بدون والي كما مدين وكما ولايات أخرى وبالتالي اليوم هذا يعطيك عينا علي ممكن باش يصير وباش يتطور في الايام الجاية وإذا كان الحكومة ما تقاش عندها قوة متاع مع التفاعلية كبيرة وبل الاستباقية في حالة كم هاكا رايبش ترقى روحها في نفس الخانة ونفس الزنقة اللي كانت فيها حكمة ترويكا اللي كانت فيها حكمة حبيب السيد اللي كانت فيها حكومة جيوسف الشهر وحكومة كذلك اه مشيشي وهي الناس باش تجي ضدك وشفت البارح بدأت حركات حتى في تطوين بدأت حركات يحضروا تحركات جديدة لانو المواطن مهم وشيك حكومة جديدة ولا قديمة ولا غيره وانتي تقولي عندي تلك وانتي يقولك انتي شدد اندمان انتي نحاسبه ودولي يسميك الحاكم وبالتالي اليوم المشكلة وانو الحاكم في مأذق رئيس الحكومة يزمها تاخه مواقف وزيل الداخلي يدخل مواقف وزيل البيئة يدخل مواقف الجيش الوطني الشعبي يدخل في المسألة كما هذه القضاء اذا كان ثم ناس قاعدين مسؤولين ما عماش يزد مجهور بل يوجه لهم التهمة دي لك تمام اذا كان هم هاكم واذا كان رئيس الجمهورية قال بفعل يفعل والناس قاعدين يصطدوا في المعاكل والكلام هذا كل من اللي أنا صغير كلهم اللي نشكون معدي عن محاكم ونددوا هذا هو المطلوب هذا هو المطلوب المطلوب وانك تقول في وسائل اللي عليهم ما نعلمش عليش انا قبل كنت صغير في تونس نحظر علي محاكمات عاديوها في التلفز وفي الإذاعات وقت يناس تبدأ خينا الوطن او عامل أعمال نحن مدام انت تحكي على ناس عندهم معناها قاعدين يحضر وقالك نفس السيناريو في مدينة تونس دونك معناها تعرف عندك انتي ولا أعطي الملفات ولا الوثائق اللي عندك للناس هذو ما خلنا نعرف على أقل شكون نحاسب وإحنا اليوم ما بين اللي كانوا قبل في وزارة البيئة ولا وكالة النفايات وإلا بلديات وإلا غيره قاعدنا كل واحد يومي في الكورة الغيرة والدوشيات الكل فيها حتى قضية النفايات اللي موجودة في سوسة واللي هي معناها موجودة على سبع ولايات الذرت منها ولي حد الآن حتى طلين قل كتوانزة ما يعملوا حد شي هما رفعين قضايا وحنا نفلوا البرح بركة صار الاجتماع سوفيان مع وزير شاسمه وزير الخارجية سيد عثمان الجران دي البرح وين صار اجتماع حول الملف متاع النفايات وإلا الملف متاع الهجرة اللي شرعية تأخرك بير موقف ثبت موقف واضح موقف حسم ويزيونا من تحميل مسؤولاتي ناشخلين بينسور هذا خبزم المقدس لغبان بيني جيتم مفورسة بشي بدوا يشتحوا بالمحارم لأنه هذك هو السياسة المبتذلة في المجتمع المبتذل أنا أقول لك في تونس عنا دولة مبتذلة وعنا مسؤولين مبتذلين وكلهم يشبهوا لبعاظهم وما يحبوا شي يأخذوا الصفاقس عندها اليوم 43 يوم تقول لي جمعة تقول لي عشرة أيام والله ممكن وينتقدة لكن سمحني بعد 43 يوم متلا جامش تقول ثم مناوئين عمليلي ولا كذا أنت رشادة ذاتبان مسؤول ديلكتومان وهذا يلزم يفهموه على خطر كما متلك تفرفع غيرب بلا شوف أنت النتائج متاعه وبلا شوف العدات الفاعل غاديك والشيقش ما هيش منطقة سهلة وتقول ولا ما تقول شو زالت الداخلية خطر روايت مختلفة أطلاقا ما بين واحد يقول لك جبتوا بيديا وحي وتخلي هنا وتضربت في المرستان واحد يقول لك لا ما تبعيد على ستة كيلومتر وجابوا ساحبه يعني بصراحة اليوم لاي معادش هكاية المسألة تدار يلزم يفهموه وأنه خاصة في عصر التفاعلية الشاملة يزم ملائي العام ترك فشت عام معاه ويجم كذلك لا تحتقر العباد السفاقسية يعتبروا ليحهم وعندهم الحق اليوم يعتبروا ليحهم محقولين ومهمشين كما الكفاصة برئيزمبل وقال لكسارنا يعتبروا الوحهم محقولين ومهمشين لأنهم ما عندهمش أبسط الخدمات رغم اللي الناس الكل ماشي في بالها ونصفاقس ومولها صفاء ونصفاقس تنتخى وغيرو حكاية الجمهورية التونسية مع السفاقش حكاية رهيبة جدا وهي من الستينات القرن الماضي تدوين تلك المدينة تدوين البحر عملوا لامبكا فيها تهميش عن المستوى السياسي كانت منطقة ثقافية في البلاد فيها أشعاع وفيها غيرو شفتها وصفاقش كيفاش هي دونك اليوم بيكون صراحة ما يقولون ليش لا حكومة ترويكا لا حكومة يصف الشهل لا حكومة المشيشي أنت اليوم عندك الضمان أنت تتحمل مسؤوليتك ويلدب تعمل مجلس وزاري مضايق المسألة هذية في الصبحية ولا شيء تقوموك ويزين من أنها كذا وكذا عندك إنسان قول فلان فلاني هو لي قاعد يعمل هكا ولو اسمه كذا ومش نحيلوها للقضاء وخلي وعطي دوسي للإعلام خلي العام يفهم المسألة يزين من المسائل الهلامية والمدلهمة سوفينا مضطرين أنه بيش ناخد جزء الثاني من كلام رئيس الجمهورية بما أنه أخذينا الكلمة وحديث وزيده ورده على الاتهامات اللي للإنقلاب يقول لم أمنعهم وأي وزن لهم في المجتمع حتى أمنعهم وانفائل وكصر تدخل ولا منع من طرفه هو على الأقل لكن زادك كيف الموضوع هذية والحديث هذية ما كانش عنده ساعة مناسبة وانت تحكي على ملف كما ملف كبير في صفيقص الثاني حاجة شافوا برش عبيد أنه ولينا اليوم رئيس الجمهورية يحكي بتقزيم علاش يمشي رئيس الجمهورية في هذا الخطاب خلي الناس المعارضة المعارضتك تتكلم كيف ما تحب وتعمل مبادرات كيف ما تحب وتحكي كيف ما تحب وانتي أقعد رئيس الجمهورية كل التونسيين اللي معارضك ولي معاك ولي مساندك بان سي بيريل باش تقول يقالك خاتر يوم الزادة وقت يخرج واحد يقول هذا مهبول وهذا معطوه كما عبد الحميز اللاسي وهذا إنسان نحاسب رئيس الجمهورية وليس نحاسب مواطن عادي ولا نلومه كما نلوم رئيس الجمهورية لا لا مشؤولين سياسيين ونواب سابقين وقيادات في حالك تنهضة يقولوا هذا ما عطوه وثمانيس يقولوا طولا لني دفع عليه لني عليهم أنا أنتو كا تبعت النادوات صحوتي تبعتها البارح بالتفصيل الممل لأني من دولي وهني انتبع وشفتم يحكي يحكيوا قدام القاعة على ما يبدو هما قالوا اخذينا القاعة قال لهمون القاعة ليه ما عندكم شي ترخيص مشاول البلدية قالوا لهم هذي ما تتطلب الش ترخيص لحاسينوا من الشهمين شنو بالذات أمانيس وصحو فيها لها وقعت ودامت وتحطوا فيها عديد الأشخاص والدول عليها أربعة أو خمسة من الناس وطبعتهم إلى منهم سي جاور بن بارك منهم سي العجيلي منهم كذلك سي أسامة الخريجي منهم سي لذاب الحاج رأيتهم من البلح وطبعتهم وطبعتهم وجيب خيه دينات بانسور رأوا الشتم في السياسة كما التعذيب يعني الإنسان لما يفشل مهما كان موخو رئيش مصر رئيس رئيس حذب ولا غيره يعني كما الإنسان اللي يتعارك مع عبد أول أشكال السلطة هو التعذيب وأول أشكال تعامل الإنسان مع إنسان بشمع من الحاجة وأنه يعذبه ولا يكتف ولا يحرق ولا غيره وبالتالي الشتم جاي من رئيس الجمهورية ولا من الأخرين راهوا كيف كيف اليوم ثم سياسة شتم وسياسة شيطنة كبيرة جدا من الأطراف ككل بينسور أنا بالنسبة لي الأفضل وأنه رئيس الجمهورية يتخل على كلمات كما مجبلت التاريخ وحاجات كما هكا قلتها مرأة قلتها زود ما كش تركز عليها ككل وخاصة أنت مترأش مجلس وزاري على هذا المستوى والفعل يسوي لذة فعل حبيت نقول لك اللي تفهم عليش قالوا لكن أنا من شرعش اللي يخالوا أنا شخصيا ضد الشتم أنا مع أي إنسان ينقض مع أي إنسان يقول اللي حب في إطار الاحتلام المتبادل كما في البلدان المتقدمة وما تيوصلوا شوف فلانسا مهما كان مثال إليك زمور مثلا ما شي سبان عشخاص لهم ثم سلع وجد الأفكار كبير جدا لكن ما تقاشي السبان يلي بيكل علي وبالتالي التروسيم هو خيم وإحنا عانينا يسل من أحداث العنف اللي نحكي عليها اللي استمتوها المواطنين وستمتوها طوالتلم حتى ضد لسد بتاعهم من عنفهم تاع النواب من عنف تاع السياسيين نخافوا للعنف هذي يؤدي لمسال كما هك واضح الأخبار بعد شوي أخبار الثمانية نرجع في ساعتنا الثانية من برايم تايم